بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في فيديو رقم 6 من سلسلة بايوستاتيستيكس 101 تمنى السلسلة تكون شيقة حتى الآن هنتكلم في الفيديو النهاردة عن حاجة اسمها الديستريبيوشن ولكن مهم جدا تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت علشان تكون متابع معنا بنحاول نحن نبسط المعلومات بتاعة الستاتيستيكس بأسلوب مبسط وده بياخد أفرت كبير فما تنساش بقى تشترك في القناة وتدعم القناة عن طريق انك تشارك الفيديوز مع الناس احنا عايزين الفيديوز بتاعتنا توصل لعدد أكبر من الناس ناس كتيرة تستفيد من الموضوع ويكون الموضوع الستاتيستيكس بالنسبة لهم أمر بسيط ويساعدهم في انهم يطوروا من الكرير بتاحهم عشان كده بقى متنساش تشارك الفيديو مع صحابك وبدون بقى مقدمات كتير يلا بينا طيب هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الديستريبيوشن فيه أنواع كتيرة خالص من الديستريبيوشن فيه حاجة اسمها النيورمال ديستريبيوشن فيه تيو فيه أنواع كتيرة خالص ولكن احنا هنركز النهاردة عن حاجة اسمها النيورمال ديستريبيوشن طيب النيورمال ديستريبيوشن هتلاقي دايما بيعبره عنه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده او بيسموه كمان البل كيرف يعني ايه البل كيرف يعني هنفترض ان ده شكل جرس فهو شكل الجرس بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كلمة ديستريبيوشن يعني ايه؟ كلمة ديستريبيوشن يعني توزيع فإيه الفكرة كلها إن إحنا عايزين نوزع الداتا بتاعتنا دي على لين كده ونشوف التوزيع بتاعة الداتا ده عامل إزاي وبالتالي لما التوزيع بتاعة الداتا ده يكون شبه البل كيرف اللي إحنا شايفونه قدامنا ده هنقول على الداتا أنها Normal Distribution يعني تتبع التوزيع Normal Distribution طيب لما نقول إن هي تتبع التوزيع Normal Distribution ده هيفيدنا بإيه هيفيدنا علشان لما نيجي نعمل Statistical Test على الداتا دي ذات نفسها أو Normal Distribution ده ليه Features ده خصائص معينة هنتعرف عليها ولما نيجي نعمل Statistical Test بعد كده في المستقبل بيبقى من ضمن الحاجات اللي بيسألك عليها في الأول هل الداتا بتاعتك دي Normal Distributed ولا Not Normal Distributed ولكن برضو كتوضيح لكلمة Distribution يعني ده على سبيل المثال ده امتحان اسمه SAT Score فهو بيبدأ السكور بتاعه من 700 لغاية 1600 يعني من 700 لغاية 1600 ده السكور بتاعه طيب فالداتا اللي احنا شايفينها دي يعني احنا وزعنا الObservations أو الناس اللي همتحنت بالشكل ده ف1150 ده تلاقي أعلى ناس جابت 1150 ده يعني ده العدد بتاع الناس الFrequency بتاعه فزي ما احنا شايفين كده ده كده اسمه Normal Distribution شكل البيل كيرف طيب البيل كيرف ده لي أشكال كتير علشان الناس بس يعني هو زي ما احنا شايفين كده ممكن يكون بالشكل ده ممكن يكون بالشكل ده ممكن يكون بالشكل ده طيب ايه الفرق ما بين الـ Three Colors دول الشكل ده مثلا ان المين بتاعه ده بالنسبة برضو للناس بتاعت الـ SAT scores المين بتاع المجموعة الزرقة دي 900 ولكن المتوسط بتاع المجموعة الزرقة دي 900 المتوسط بتاع المجموعة الخضرة دي 1100 المتوسط بتاع المجموعة الـ Purple دي 1300 وبالتالي هو مش لازم يكون بالزبط في نص الداتا ولكن بالشكل بالكيرف اللي احنا شايفينه قدامنا ده ومش بس كده ممكن يكون كمان الـ Standard deviation بتاعهم يختلف نقولنا الـ Standard deviation ده يعبر عن وكلمنا عنه في الفيديو التالت من السلسلة لو حابب ترجع له ولكن ده برضو بالكيرف وده بالكيرف وده بالكيرف التلاتة داتا دول isNormal Distributed متوازعين بشكل نورمال ولكن الـ Standard deviation بتاعهم يختلف ده الـ Standard deviation بتاعهم 80 ده الـ Standard 120 ده 190 طيب خليني بقى أوريكم الملخص برضو الكلام ده عشان حاسن الموضوع مش مفهوم بشكل كبير الصورة دي هي هتفهمكم الدنيا بتاعت الـ Normal Distribution بشكل كويس الـ Normal Distribution زي ما احنا قلنا ليه Features يعني ليه Features ليه شوية خصائص اول حاجة احنا اتعرفنا عن المين والميدين فالمين والميدين والمود التلاتة كلهم يساوي بعض لو احنا فاكرين في الداتا بتاعت اللينث لو احنا بصينا كاتل ان المين 175 والميدين 175 لو اخترنا في الـ Statistics واخترنا ان احنا نحسب المود بتاعهم فلو فتحنا المود هتلاقي برضو 175 فالداتا بتاعت اللينث دي isNormal Distributed 175 175 175 فده دليل على ان في النص هنا المين والميدين والمود التلاتة كلهم equal لبعض طيب ايه برضو فكرة ان هما التلاتة equal لبعض ان الخط في النص ده بتاع المين مثلا ده معناه ان نص الـ Data متوزع عن نحي دي ونص الـ Data متوزع عن نحي دي يعني اللي عندنا 100 طالب تمام فده معناه ان 50 طالب الرينجات بتاعتهم في الرينج ده و50 طالب الـ Scores بتاعتهم في الرينج ده يعني هنا 50 طالب النحي دي و50 طالب النحي دي احسب كده النسب دي 34 اجمعها على 13.5 على 2.5 تقريبا تلاقي 50% يعني 50% من الطلبة متوزعين عن نحي دي و50% من الطلبة متوزعين عن نحي دي طيب فده من ضمن الخصائص بتاعة يبقى اول حاجة احنا قلنا ان المين والميدين والمود كلهم في النص كده كلهم يسوي بعض هتلاقي ان 50% من الـ Data بتاعتك متوزعين في الشق اليمين هنا و50% في الشق الشمال طيب ايه تاني ان بيقولك 68% من 68% من الـ Data بتاعتك بتبعد عن المين بمقدار Standard Defeation يعني بمقدار Standard Defeation يعني في الـ Data بتاعتنا دي احنا قلنا هنا ان المين 175 و بصينا على Standard Defeation هتلاقي واحد واثنين من عشر فلو احنا عبرنا عن الـ Data بتاعتنا دي هتلاقي ان المين هنا 175 اطولهم 175 سنط بلس واحد واثنين من عشر او مينوس واحد واثنين من عشر فده معنى ان 68% من الـ Data بتاعتنا متركمة هنا موجودة كلها في الجزء ده طيب معنى ان 95% من الـ Data بتاعتنا بتبعد عن المين بمقدار 2 Standard Defeation يعني ايه بمقدار 2 Standard Defeation يعني الـ Point اللي هنا دي هتلاقي ان هي 175 زائد 2 في الـ Standard Defeation تمام؟ طيب فده كده فكرة Normal Distribution وين 99 و 17 و 18 تبعد 3 Standard Defeation من المين يعني اللي قصده ان الـ Data لها توزيعة معينة فلما نقول ان الشخص هنا فده معنى ان هو في يعني معروف هو تبع ايه بالزبط فهي دي فكرة Normal Distribution طيب خلينا نشوف مثال على الحاجات اللي هي Not Normal Distributed ده Normal Distribution زي ما احنا شوفنا ان المين والمود والميدين بيساوي بعض انما هنا في حاجة اسمها Skewed Data Skewed Data يعني شكل الـ Data كده منحرف شوي فهنا هتلاقي ان الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده يعني ايه الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده لو احنا هنعبر مثلا عن الاطوال فهتلاقي ان الاطوال الناس كلها مثلا تتراوح في الـ Range ده بس شوية من الـ Data جايبين هنا برضو طيب نفس الكلام من ناحية تاني لو احنا هنقول ان هنا الاطوال او هنا الـ Scores مثلا من 700 لغاية 1600 فالاغلب بيجيب في الـ Range ده وليه خالص اللي بيوصل لـ 1600 و 1500 والرقم ده نفس الفكرة اللي احنا شوفنا ان هي Negative Scued Data هتلاقي ان الاغلب بيجيب ارقام كبيرة فهي دي فكرة الـ Scued Data ساعتها لو الكلمة دي والكلمة دي ده معناها هي Not Normal Distributed يعني الـ Data لو هتتوزع بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده او بالشكل ده فدي الـ Data دي معناها Not Normal Distributed في الـ Normal Distribution Data بنستخدم المين والـ Standard Division طيب في الـ Not Normal Distributed Data بنستخدم الميدين والـ IQR يعني على سبيل المثال احنا جبنا هنا الـ Length فالLength هنا Normal Distributed Data فساعتها لو عايزين نعبر عن والله الـ Group of Patients اللي عندنا 100 patient تمام بالعدد بتاعهم اوه 100 متوسط الطول بتاعهم مية خمسة وسبعين بلس او ماينوس الـ Standard Division طيب الـ Ages هنا مثلا لو هي الـ Data دي is Not Normal Distributed فساعتها هنقول ان الـ Median بتاعهم عشرين واحد من عشرة طيب الـين حاجة اسمها الـ IQR Median and IQR يعني ايه IQR ولكن خلينا أوريكم هنا الأول هنروح مختارين هنا هتلاقي فيه حاجة اسمها IQR فساعتها هنعبر عن الـ Data التانية دي هنقول ان الـ Median بتاعهم عشرين واحد من عشرة والـ IQR أربعة عشر وتسعة من عشر طيب ايه هو الـ IQR هنفترض ان احنا معنا اعمود بالشكل ده او اي حاجة يعني الـ IQR دي اختصار Inter-Quartile Range فالعمود اللي قدامنا ده احنا عايزين نقسمه لأربع أقسام فده كده يعني زي ما احنا شايفين ده الربع الأول ده اسمه Q1 وده Q2 وده Q3 وده Q4 الكلام ده ممكن الناس تسمعه في الـ Publications والمجلات العلمية ان مجلة في الربع الأول يعني ايه مجلة في الربع الأول العلامة دي كده نها 75% هنا لقنا بصينا وهنا هتلاقي ان هي العلامة دي معناها 50% ولو جينا بصينا هتلاقي العلامة دي معناها 25% طيب فلما يقول لك ان المجلة في الـ Q1 في الربع الأول تمام فده معناه ان هي من من أفضل 25 مجلة في العالم مثلا لو هم 100 مجلة فده فكرة ان المجلة في Q1 فهي معناه ان هي من أفضل 25 مجلة في العالم طيب لو هم 100 مجلة والمجلة طلعت Q2 فده معنى ان هي المجلة من افضل خمسين مجلة في العالم وهكذا فالانتر كورتايل رينج دي ده حاجة يعني مستخدمة كتير برضو في الستاتيستيكس او في البيوستاتيستيكس عمتا بيعبروا عنها بحاجة اسمها البوكس بلوت هساب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو حد عايز يتفرج عليه ولكن الانتر كورتايل رينج دي بتعبر عن الرينج من الكيو ثري هنا ده كيو ثري زي ما احنا قلنا لغاية الكيو وان او بيقول عليها من كيو وان لكيو ثري فهنيجي نبص هنا هتلاقي ان هي تعبر عن الداتا بتاعتنا دي يعني على سبيل المثال لو احنا اخترنا من ضمن البلوتس اللي تعمل البوكس بلوت هتيجي تبص البوكس بلوت بتاع اللينتس عشان هو نورمال دستربيوتد شكله جميل ولطيف لو اجينا بصينا على البوكس بلوت بتاع الاج هتلاقي هنا العلامة دي بتبقى الميدين انا مش عارف حس ان الفيديو ممكن يكون طويل بس ده الكيو وان وده الكيو تو فده كده ساعتها الجزء ده اسمه الاي كيو ار يعني جزء اللي هم متظلل في البوكس ده اسمه الاي كيو ار فالبوكس بلوت ده يعني مشارحه طويل شوية ولكن هنا دي بداية الداتا وده نهاية الداتا وده الميدين بتاعه فلو احنا عبرنا عنه لان الميدين وyiqr دي من ضمن الحاجات المشهورة عن التعبير عن الحاجات اللي هي Not Normally Distributed طيب خليني برضو أختم الفيديو ده بما أن احنا بنتكلم عن Normal Distribution و Not Normal Distribution إزاي بقرطو أعرف أن الداتا بتاعتي دي Is Normally Distributed أو Not Normally Distributed بيكون فيه هنا اختبار هنا كده تاني اسمه Normality يعني جزء أولاني مهم أن احنا نتعرف عليه هو جزء أن احنا نعمل Visual Inspection يعني احنا نشوف بعينينا كده والجزء التاني حاجة اسمها Normality هندوس على Normality هنا يروح نضيف لنا كده في التابل بتاعنا حاجة اسمها شابير ويلك فشابير ويلك ده Test for Normality فهتلاقي أنه هو ده شابير ويلك وده البي فاليو بتاعته طيب يهمك البي فاليو ده إن البي فاليو ده كلما تكون Significant فالناس ما عرفش تعرف يعنيه Significant ولا لأ ولكن خلينا نكتبها هنا في خانة جديدة احنا هنتكلم عن Significance والبي فاليو بشكل يعني طويل إن شاء الله بس لما بتكون البي فاليو دي أقل من خمسة في المية أقل من خمسة في المية فده بنقول على نهاية نتائج Significant تمام؟ Significant طيب فالبي فاليو أقل من خمسة في المية الاختبار الوحيد أو الحالة الوحيدة اللي فيها العكس بتبقى في شابير ويل كده إن البي فاليو لما تكون Significant البي فاليو لما احنا شايفين هنا في الـ Age لما تكون Significant فده معناه إن الـ Data is not normally distributed ولكن خلينا نكتبها هنا علشان الحاجات المكتوبة لما البي فاليو تكون أقل من خمسة في المية فده معناه إن الـ Data is not normally distributed طيب لو البي فاليو بتاعتنا أكبر من خمسة في المية فده معناه إن الـ Data بالكيرف كده وNormally distributed والـ Data تمام فأنت بتروح عامل شابير ويل كده وتشوف البي فاليو بتاعته هنا مثلا البي فاليو أكبر من اللي هي هنا 0.6 أو 6 من 10 فالـ 6 من 10 دي أكبر من خمسة في المية فده معناه إن الـ Data تاعتك is normally distributed فده ساعتها أنت تقدر تتأكد من الـ Distribution عن طريق التست ده وعن طريق برضو الـ Visual Inspection لأن الـ Distribution ده احنا هنحتاجه في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أن الفيديو يكون سهل وبسيط لو في حاجة وقفة بالنسبة لك تقدر تبحث على الـ Net عن المسميات اللي احنا قلناها دي بحيث أنك تفهمها بشكل أكبر لو أنت متابع معنا في السيالة بشكل كويس أتمنى أن الأمور تكون واضحة لو عندك أي أسئلة اكتبها في الـ Comments ونشوفكم في فيديو الجاي سلام عليكم